ومشاهدين بالعودة إلى المظاهرات التي اندلعت الليلة الماضية في الولايات المتحدة تنظم إلينا من واشنطن العاصمة مراسلتنا ريمة أبو حمدي أهلا بك ريمة سنبقى في تداعيات ما جرى في أتلانتا بالأمس كيف انعكس ذلك على العاصمة واشنطن هل من دعوات جديدة للاحتجاج للتظاهرات حدثين أكثر عن مجريات الأمور وتداعيات مقتل هذا الرجل الأسود الآخر في أتلانتا بالفعل كما ترون ورائي الآن المتظاهرون بدأوا بتجمع هنا نبعد خطوات قليلة فقط عن البيت الأبيض هذه الساحة أصبحت ساحة لتظاهر والتجمهر من قبل المحتجين على مدار الساعة ولكن الآن الأعداد أصبحت أكثر فأكثر مع مقتل أمريكي من أصول أفريقية في أتلانتا جورجيا وأيضا مع عدم تلبية كافة مطالب المحتجين التي خرجت خلال التظاهرات المستمرة ليس فقط في العاصمة الأمريكية وإنما أيضا في شتى أنحاء الولايات المتحدة من المتوقع أن يكون هناك أعداد أكبر من المتظاهرين في ساعات لاحقة من هذا اليوم ولكن المهم بهذا التجمع ربما كما يقول المتظاهرون أنهم يقولون أن تظاهراتهم متواصلة وباقية أمام البيت الأبيض لحين تحقيق كافة المطالب خاصة وأنهم يرون في تصريحات الرئيس الأمريكي بعض تصريحات الرئيس الأمريكي المتواصلة استفزاز لمطالبهم واستفزاز لمشاعرهم كما يقولون حادثة مقتل شاب أسود في أطلانتا جورجيا تؤجج مشاعر الغضب في الشارع الأمريكي وتؤجج أيضا هذه التظاهرات وإن اختلفت الأسباب واختلفت الدوافع وراء مقتل هذا الشاب خاصة وأن الفيديو الذي تم نشره يظهر أنه كان بالفعل يهرب من قبضة قوات الشرطة ولكن محامي عائلة هذا الشاب الذي قتل يقول أن تعليلات وتبريرات الشرطة الأمريكية في أطلانتا غير مقبولة بالنسبة لعائلة هذا الشاب وأنهم سيواصلون مطالباتهم لتحقيق العدالة لهذا الشاب من خلال تقديم الشرط الذي قام بإطلاق النار عليه للعدالة وليس فقط تسريحه من عمله كما تم أيضا أذكر فقط أن قائدة الشرطة في تلك المنطقة قامت بالتنحي عن عملها ولكنها ستبقى في جهاز الشرطة ولكن بمنصب آخر وهذا أيضا يقول المتظاهرون ربما لا يقبلونه في ظل أنها كانت هي المسؤولة عن هذا الشرط عندما قام بإطلاق النار على بروكس وهو أمريكي من أصول إفريقية يبلغ من العمر 27 عاما بكل الأحوال مشاعر الغضب تزداد في الولايات المتحدة لا تحقيق للمطالب التي خرجوا بها وحتى هذه اللحظة المطالب أو ما تم تحقيقه على الآن حبر على ورق كما يقولون لم يتغير شيء على الأرض والدليل على ذلك هو مقتل أمريكي آخر من أصول أفريقية أيضا على يد الشرطة من دون أي دواعي أو مسببات توجب قتل أو استخدام العنف المفرط اتجاه أي أحد بكل الأحوال كنت قد عدت من هيوستن كما تعلم وهناك ثقافة حمل الأسلحة منتشرة بشكل كبير عشرين قطعة سلاح لكل مواطن في تاكساس وفق بعض الإحصاءات هذا التقرير عن حمل الأسلحة وعن بلدة تعرف بأنها أكثر بلدة تكره في الولايات المتحدة ليس بعيدا عن هيوستن على بعد ساعتين فقط إلى الجنوب الشرقي من تاكساس نحضر يدفعنا الفضول للتعرف على عالم اقتناء الأسلحة هنا ففي تاكساس يصل معدل حمل السلاح إلى عشرين قطعة لكل شخص يستقبلنا بوب في محله لبيع الأسلحة هو الوحيد الذي استقبلنا بعد نفاذ قطع السلاح من محل أخرى حاولنا التصوير لديهم منذ تفشي جائحة كورونا ارتفعت مبيعات الأسلحة في تاكساس بـ 330% خلال أسبوعين يشعر الأشخاص الذين لديهم سلاح بالثقة أكثر من أولئك الذين لا يحملون السلاح بغض النظر إن استخدم هذا السلاح أم لم يستخدم 14 تشريعا في تاكساس تسهل اقتناء الأسلحة لا غرابة إذن إذا حضر كما يقول بوبا أمريكيون من ولايات أخرى لشراء السلاح هنا هي ثقافة حمل الأسلحة المكفولة بالتعديل الثاني في الدستور لكن هنا الأمر أكثر تعقيدا على بعد أميال فقط نصل إلى بلدة لا يتجاوز عدد سكانها 11 ألف ضايدور وصفت في تسعينيات القرن الماضي بأنها أكثر بلدة مليئة بالكره في أمريكا تحاول البلدة الآن التصالح مع ماضيها فهو في الزمن الغابر تقول شوريس إحدى سكان البلدة لدينا سمعة منذ زمن بعيد ولكن البلدة كبرت ومعظم المتطرفين اختفوا الآن والباقون أعدادهم قليلة ولا يستطيعون العبث معنا تشير شيريس هنا إلى حوادث عنصرية جرت حتى زمن قريب ليلوث تاريخ البلدة ويلاحق سمعتها حتى الآن مع ذلك استطاع نشطاء هنا تنظيم تظاهرة صغيرة احتجاجا على مقتل جوش فلويد تلحق فايدور بذلك ركب مدن عديدة شهدت مظاهرات تنادي بالمساواة قد يعطي ذلك بارقة أمل للمستقبل لكنه يأتي مع تاريخ يحاول فيه كثيرون في البلدة الاعتذار عن الماضي وربما عن بعض حاضرها أيضا ريمة أبو حمدي العربي من بلدة فايدور بولاية تكساس